السلام عليكم معكم شاف صلاح البتني وصفة نهاليوم ان شاء الله راح تكون بيزا كاري بيزا تعزمان اللي كنا نشيرها 500 فرنك حضرتها معكم من قبل في القناة وحبيت نزيد نعودها لكم بطريقة اخرى طريقة جيد سهلة واقتصادية وناجحة ومضمونة 100% بمناسبة حلول الشهر الفاضل اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله حبيت نحضر لكم هذة الوصفة باش تجربوها في صفرات رمضان ان شاء الله ورح تنجح لكم باذن الرحمن خليكم معي مع طريق تحضير وما هي المقادة اللي نحتاجها في هذة الوصفة اول حاجة نحتاج ربع كيسان تعفارينا هذا الكاس ليرفد 250 ميلي لتر نحتاج ايضا ملعقة اكل خميرة الخبز نحتاج ايضا ملعقة اكل سكر عادي نحتاج ايضا 6 ملعقة اكل زيت نباتي ممكن تستعملوا زيت الزيتون نحتاج ملعقة قهوة ملح يعني ملعقة صغيرة ونحتاج ايضا كاس ونص انتح لي بيكون دافي ممكن حتى الكاسين حسب طبيعة العجين او نوعية العجين انا استعملت الفارينا سيم لانا ندف التحضير اول حاجة انا رح نستعمل في البداية غير كاس انتح لي بيكون دافي ما استعملش لدي الكاس ونص كامل كاس بارك وعندي 6 ملعق انتال زيت ونخلط مليح ونضيف ايضا الخميرة والسكر ونخلط هذا كل السكر مليح حتى نحس به بالليذب ونخليه حوالي خمس دقايق حتى نتفعل الخميرة ونرجع لكم لهنا بعد ما تفعلت كما كنتشوفوو الضعف الحجم تاحها رح نضيف 4 كاسان انتال فارينا والملح في الاخير دائما نقولكم الملح في الاخير لانا كما كنتشوفوه راني خلط حتى نتحصلت على عجينة كما كنتشوفوه راهي يبسة شوية ضفت لها النصف كاس وايضا اكثر من النصف كاس دقتلي هنا حوالي كاسين الى ربع و بطبيعة الحال ندلكوها حوالي خمس دقايق ونحطها حتى نضعف الحجم تحوالي نصف ساعة ونرجع لكم الوقت اللي أجي نتعي نراه يضعف الحجم تحو راح نخدم اللي هنا صلصة تحت طماطم عندي في مقلة ندير زوج ملعقة نتاع زيت نخليها تشخون شوية عندي ثلث حبات كبارة تحت طماطم نحيت لهم زرية وربيتهم وعندي أيضا زوج سنة تحت ثوم وراح نضيف نصف ملعقة نتاع أكل طماطم وصبارة ونخليهم يتقلوا مليح ومن بعدها راح نبدأ اللي هما فلفل أسود والملح وعندي أيضا فلفل عكري اللي هو فلفل أحمر اللي عنده يضيفه اللي ما عندهوش مش مشكل لأنه راح يضيف لونكها خاصة ويعطيه أيضا لون راقي للسلصة تانا ونخليه أيضا تتقل مليح وراح نضيف بعض الإضافات في الأخير اللي هنا راح نضيف نصف ملعقة نتاع سكر باش تنحين هذه الحموضة نضيف أيضا ورق الرند تعطيها أيضا نكهة خاصة ونخلط مليح ونضيف لها في الأخير ربع كاس أنت الماء ونخليها حتى تشرب هذك السوائل كامل وتكون وجدة ونرجع لكم اللي هنا كما تشوفوا بعد ما مرت حوالي نصف ساعة لاجين تعنا يعني المهم تخليوه الضعف الحجم ممكن تحطوها في مكان يكون دافي ممكن راح تديركم نصف ساعة ممكن أقل ممكن أكثر كي تشوفوها الضعف الحجم تاحا راح تا اللي هنا نحكمه بلاطون دهنه بالزيت ونفتح فيه في العجين أنه اللي هنا العجين تعي ممكن تقسموه إلى قسمين لأنه البيتزا تعي نحشتيها شوية تكون خشينة اللي يحبها تكون دقيقة حاولوا تقسموها دروها رقيقة شوية ولازم نثقبوها بالفرشيطة وندروها لصوص بالفوق وشوية زيتون ونفوتها للفرن على 180 درجة نطيبها من تحت ونزيد نطيبها من الفوق ونبعد نكمل معكم بعد ما طابت البيتزا تعنا كما كم تشوفوا راح نضيف لها إضافات اللي هما مايوناز اللي هنا أنا مايوناز خدمتها في الدار شحال مرة نخدمها معكم في القناة يعني راي موجودة لي ما يحبش يدير عنده حساسية من البيض والزيت ما يضيفش المايوناز يضيف الفرماج يضيف إضافات أخرى عندي اللي هنا أيضا فلفل حلو ديروه ديترانش كما ممكن ديرو الفلفل الحار تحبو طيبوه في البداية مع البيتزا ممكن ديروه في الأخير هذا يرجع ليكم عندي أيضا حبة بيض مسلوقة أراب بيتها فلاراب الرقيقة وعندي اللي هنا المعدنوس كما قلت لكم عندكم الاختيار ممكن ديروه أيضا لهريسة الفرماج هذا يرجع ليكم ولكن البيتزا هذه نديروها إحنا يا بلاطو هذه بيتزا تأزمان وتجيب زف بنيناء كل من ضاقها عجباته هذه هي الوصفة عنها اليوم راح نقسمها لكم ونحطها لكم أيضا في صحن التقديم وراح تشوفوها من الداخل كيفاش جات اللي هنا كما كنت لحظوا رأينا نقسم فيها إلى مربعات انتما أيضا قسموها كما تحبوا شوفوا كيفاش جاتوا من الداخل كما قلت لكم جاتني شوي خشينة ممكن تقسموا العاجين باش يجيكم رقيقة إذن هذه هي الوصفة عنها اليوم بيتزا كاريت عزمان درت لكم بمناسبة الشهر الفضيل إذا عجبتكم الفيديو عنها اليوم معليكم إلا تكثروا لي من اللي جاموتكم ومونتي وليس في الله فيديو وإذا عجبتكم قناتي معليكم إلا تداروا اشتراك ولا أبوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش وصلكم كل جديد ما بقى علي إذا أقولكم شهدكم بالصحة نطلقوا في عدد آخر تلوا في روحكم وسلام